اعلنت شركة او ام في النمساوية عن تصدير نحو مليون برمين نفطي من قطاع العقل النفطي في مديرية عرماب محافظة شبوة منذ مارس من العام الجاري واكد محافظ شبوة عن مؤشرات ايجابية لاستيناف العمل في انتاج النفط في قطاعين مختلفين بالمنطقة مؤكدا حرصوا قيادات المحافظة على يعادة تشغيل قطاعات الاربعة الموجودة في شبوة اتينا في هذا اليوم لزيارة قطاع اس تو في العقلة محافظة شبوة شمال عتق احد الغطاعات التي تم استيناف العمل فيها من قبل شركة او ام في النمساوية من بداية شهر ثلاثة 2018 من فضل الله تعالى ويجدنا ان الامور طيبة وتسير على ما يرام في هذه الشركة ولا توجد اي مشاكل تعيق العمل من هذا المكان نحيي شركة او ام في كاول شركة بدأت العمل بعد الحرب الانقلابيين واستأنفت نشاطها وندعو كافة الشركات العاملة في المحافظة الى سرعة عودة العمل الى محافظة شبوة شبوة امنة شبوة مستقرة شبوة امورها طيبة لا توجد فيها الا كل خير وتعاون المجتمع زائدا الجيش زائدا الامن زائدا النخبة وكل ابناء محافظة شبوة هم داعمين لعملية اعادة الانتاج في كافة القطاعات النفطية والقازية ومستعدين للتعاون التام في هذا المجال تتواصل ازمة الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي منذ اكثر من ثلاثة اشهر والزمت الميليشيات عقال الحارات بجمع شباب من كل حارة لتجند بعضهم في شرطة العاصمة والبقية في صفوف المقاتلين بالجبهات مقابل السمح لاهالي بالحصول على سوانة الغاز عبر عقال الحارات ويستخدم الحوثي ازمة الغاز لاغراض امنية تحصل بانخلال على كشوفات باسماء المواطنين داخل الاحياء السكنية وتصنيفهم خوفا من تحركات داخلية وافتعلت الميليشيات الحوثية ازمة الغاز المنزلي من قبل ما في الفساد وتجار السوق السوداء التابعين لها كونهم اضحوا المتحكم الوحيد في تجارة المشتقات النفطية بعد ان عطلوا شركتي النفط والغاز عن القيام بدورهما وتواصلوا قيادات الميليشيات جني المليارات من خلال افتعال مثل هذه الازمات اوقفت شركات وبنوك كويتية التعامل بالريال ايراني تجنبا لفرض المزيد من الاجراءات الاحترازية عليها من البنوك في الدول الغربية ويبلغ سعر الريال اليراني لدى مؤسسات الصرافة في الكويت نحو 303 الاف ريال مقابل الدينار الواحد ووفقا لصحف كويتية في ان الاجراءات الاحترازية تشمل شركات الصرافة المحلية والبنوك وسط دفق كبير من قبل بنك الكويت المركزي وتطبق الكويت اجراءات مشددة على شركات الصرافة التي تتعامل مع عملات الدولة عالية المخاطر الخاضعة لعقوبات دولية من بينها ايران استقرت سعار نفط في ختام السبوع شهد التقلبات في الاسواق قبيل نهاية العام مع حصولها على دعم من صعود اسواق الاسهم الامريكية لكنها ما زالت تتعرض لضغوط من القلغ من وفرة وفي المعروض العلبي من الخام وانهت عقود خام القياسي العالمي ميزيك بيرينت لأقرب السهقق جلسة تداول مرتفعة 4 سنتات لتبلغ عند التسوية 52 دولار للبرميل بعد ان تراجعت من على مستوى لها في الجلسة البالغ 530 دولار في اجراء يأتي في ظل هدنة مدتها 90 يوما بين واشنطن وبكين التي دخلت حربا تجارية هذا العام قالت سلطات الجمهوركية الصينية انها وافقت على استيراد الارز من الولايات المتحدة الامريكية الذي يطابق متطلبات التفتيش والحجز الصحي في الصين وتنص متطلبات استيراد الارز الوارد من الولايات المتحدة ان يكون المصدرون مسجلون في وزارة الزراعات الامريكية وملتزمين بقوانين وقواعد الصحة النباتية في الولايات المتحدة وصين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة